موسيقى بينتنا دائما دعوات لأستبدال أي شيء بيذكر الولاد بالعنف بيذكر الولاد أنه حياتنا فيها كتير من العنف أي لعبة أو أي برودك منتج ممكن أن يكون يذكر الولاد أنه قادرين يكونوا عانفين بحياتهم و يذكرهم بالعنف اللي هنا كمان يرتلى بحياتهم دائما ما نحكي أنه لازم نكون نستبدله بشيء حلو ما أعرف إذا في شيء أحلى من الموسيقة أنه نستبدله فيه إذا في شيء أحلى من الآلة الموسيقية وهالحملة اللي جعلنا اليوم هي حملة استبدال الآلة الحادة بالآلة الموسيقية تحت عنوان أحلى هدية آلة الموسيقية مع بيتر نعمي أهلا وسهلا فيك أهلا معي فكرة حلوة وحملة كتير مهمة وكتير حلوة نشوف قدي عم تلاقي أصداء معك لأنك مش مبلشة من اليوم تصار لك فترة في اليوم على العيد بتصور بما أنه عم نحكي عن الهدايا وبما أنه يعني إذا مننزل على الأسواء ومنشوف شو هي الهدايا المخصصة للأطفال خاصة للصبيين بس هل السم الصبيين وبنتكل مثل بعضها يعني صارت بتكون عن جد فيها كتير من العنف كنا عم نحكي شو قبل الهواء أنه حتى العلعاب الإلكترونية فيها كتير من العنف طبعاً هالشي بنعرفه كتير منيح فبالنسبة لقلك الإيلي موسيقية هي لازم تكون البديل من كل بد الحملة بتقول بالعيد أحلى هدية إيلي موسيقية بشدد على كلمة موسيقية بالقاف لأنه مش موسيقية مش موسيقى مجي من إساءة كمان حتى بالموسيقى يعني بنقول الموسيقى هادي اللي بعلمها وهادي الكلمة اللي عطول عم بنشرها من خلال محاضراتي يلي افتتحنا هالحملة الكبيرة بواحد واحد 2013 والنجاح اللي لقيته رجعنا كمان ارتقينا أنه واحد واحد 2014 تكون كمان انطلقها لسنة تانية لأنه سنة تضحيات وسنة حتى نفرجة أكتر وأكتر شو بتعمل الموسيقى وشو دوراء الموسيقى وشو بتوصل بيتر بتعزف على 46 آلة موسيقية صحيح شو بتعمل الموسيقى خاصة لما بتكون فيك يعني تشوفها على كل أشكالها نعم الموسيقى هي عموماً لغة يعني لغة سماوية ما في منه وهي أنا بعطول بقلهم أنه هي لغة لغة السماء على الأرض لأن يلي بيلعب موسيقى ويلي بيقتني ألم وموسيقية رح يقدر رح يقدر من خلاله يحكي ويعبر ويكتب ويقشع ويسمع أكتر من أي شيء تاني لأنه التفسير على ذلك بيلعب مقطوعة موسيقية وحدة بتعطي بيكون عندي عشر أشخاص أو عشرين شخص واحد يفرح واحد يحزن واحد يعني ما بتكون وقعة على كل شخص نعم عند كل شخص مختلفة عن التاني نعم خبرنا شو قصتك مع الألة الموسيقية ليست واربعين آلة ومن إمتى بلشت قصتك مع الألة الموسيقية قلت مع يعني بلشت قصت مع الموسيقى من أنا من عمر سنتين ونص كنت تلميذ رسمي بالكونسرفاتور الوطني سنتين ونص؟ نعم شو وصل لك على الكونسرفاتور بالسنتين ونص؟ يعني البركب اللي اكتشفوني أستاذ عبدالغني شعبان وأستاذ فريد سالفيتة بركب أهلك اللي عسنتين ونص يعني مفكرين أنه يحطوك كونسرفاتور نعم بس لأنه موهى بخلقت معي هيك بخبرون الأهل من حتى بكاء مكان متلبقة الأطفال العادية وكنت على إقاع فرم البقدونس هيك بخبروني ماما أنه كنت أرقص على النغم وكنت كيف ما أبرم بالبيت أعمل من كل شي حولي آلة الموسيقية تخترع آلة موسيقية نعم وهذا هو اللي وصلني اليوم بصير أنا يعني مصمم ومصنع آلات موسيقية على مستوى كبير تب سنتين ونص بلشت بالكونسرفاتور نعم تذكر هالفترة؟ كأنه هلأ تذكر هالفترة على سنتين ونص؟ نعم حتى بذكر الأشخاص اللي كانوا يرفقوني وياخدوني بهذا العمر في آلات موسيقية يعني بحجم مناسب للأطفال فصنعوا الفيولون خصيصا على قد إياس إيدي قالت كامانجا لأن هي آلة الحليب أنا باعتبرها وكمان برفقة آلة البيانو يلي كانت يلي وعيت بالبيت على صوته ونام وقوم وإغفى وإكل على ملامس الآلة أكفي حدا بالبيت كان بيلعب بيعذوب؟ نعم نعم أليرحم عمي هو كان يعني الشرارة الأولى بحياة بيتر كان أستاذ موسيقى وكملت طبعا لقايا عمر ضلاتك في دروس موسيقى؟ بعدني لها لا بعدك لليوم في دروس موسيقى؟ بعدك لليوم في دروس موسيقى؟ وكلاني يكون شغوف بتصنيع الآلات الموسيقية تتوصل أكتر وأكتر لأنني بحس كل آلة بتخبرك عن عراقة بتخبرك عن حياتي كتير كبيرة وهون بخص بالذكر هالمحاضرات يلي عم بعطيها يلي صاروا لحديث اليوم من أول السنة إلى اليوم ستمائة محاضرة في أيام كان يمروا أربعة وخمس محاضرات يوميا وهالبرمة يلي كانت على كل محافظات لبنان يلي وصلت صوتي ووصلت فكري ووصلت هالتبديل يلي بدنا نعمله شو الموضوع الأساسي لمحاضراتك؟ الموضوع أول شي تأثير الموسيقى على الإنسان عامة باختلاف عمره من الجنين لعمر 99 سنة شو بتعمل الموسيقى؟ شو بتأثر؟ شو هالتغيير الجزرة؟ يعني هلأ أنا بوجه كمان تحية للي هلأ عم يحضرونه ولكل الطلاب ولكل الموجودين اللي بيعرفوا هن شو أثرت شو يمكن هن أكتر ناس قدريني يخبروك أكتر وأكتر أنه كيف بدلت حياتهم كيف حطتهم بغير نظرة صاروا ينظروا للحياة العادية من خلال الآلة الموسيقية كعازفين فقط أو كمتذوقين للموسيقى؟ لا لأنه ويفهموا موسيقى بدك يلعبوا يعزفوا موسيقى بالنتيجة لي لأنه إذا واحد عم تعزمي على صفرة تفرجي الأكل يقولوا تفرج على الأكل يا شو طيب وشو حلو ريحته بتشحي وما زحناله الكرس كل الناس لازم يكونوا عازفين؟ كل إنسان قدر يعزف لأنه العزف على آلة موسيقية هو أنا بقول لهم الموسيقى للجميع يعني ما في حدا بس أكيد هلأ بقول لك موهوب ولا مش موهوب؟ مش هيدا الموضوع مش هيدا الموضوع هي كسقافة هي كحضارة وأنا هون لما أهدي آلة موسيقية لشخص تاني أنا ما أهديته كذو وهذا هدفي أنا عم بهديه أوجه له نظره على شيء تاني كتير حلو بالحياة يعني عم وجهه على شيء قادر من خلاله هلأ ممكن تكون آلة كتير صغيرة أو بداية أو آلة إقاعية بس يصير يفكر شو فيه أجمل شو فيه أحلى بس صارغة ما نحن مسكرين على هالباب ومتفضلت وحكيتي اليوم هالألات الحادة يلي عم تكون بين إيدين أفراد المجتمع ككل وهالألات الإلكترونية يلي بين إيدين هالناس صار إذا بده ولد يحكي مع أمه أو بده يحكي مع حدا بالسالون هو قاعد وعقود أنهم بيبعط لهم مساج مثلا ماما بدي أكل أنه تتلف له صندويش أنه بيقطع من قدامه 100 شخص هل يجب أن يحمل الجيتار ويلحقه على المطبخ يغني له ما هو إذا عزف رح يطلع عن نغم مش بس للمطبخ رح يطلع لبيت الدرج وللي قاطع وللي نازم وينحسطوا شوى صغيري ما عليش شي والحلو أنهم رح يزنوا على البسمة كمان أكيد والحلو أنه عنا كشعب لبناني رغم المصاعب ورغم كل شي عم يمر فيه بعده لما تحطي له فن ولما تفرجي شي جيد بعده بيعرف يميز بعكس غير شعوب يمكن وعية على نمط معين وبعدها ماشي بس لأنه إحنا هون بتفرجي يعني عنده الميز اللبناني أنه يميز هيدا اكتشفته من وراء محضراتك وعليقتك مع تلميز المدارس عبر هالسنة نعم وعبر المعارض واليوم أنا بعضهم كل شخص اللي بحب يتعرف أكتر على الموسيقى والألات الموسيقية بالتحديد نحنا ببعاقلين مبارح كان الافتتاح هون عم نشوف صور الافتتاح أو شامل لا هون هون نعم هون ببعض الصفوف أو بعض المحاضرات يلي بعطيها لأنه بخلق من هالطلاب الأوركاستر صغيرة مباشرة ضغرة على ألات إقاعية وبتشوف كيف لما يقتنوا هالألات لما يقتنوا هالألات الحلوة هون شباب وصبايا ما بيلعبوا موسيقى لا قبل ما بيعرفوها يعني مش مسكين الإيلي الموسيقى ولا مرة حتى منسألهم عن الإيلي شو اسمها في بعض مطارح ومدارس وضيع كل شي بيقلولك عنه أورج أو بيانو أو جيتار المشهوري يعني هالثلاث قلت وصاروا اليوم بتشوفوا يعني صار فيه تبديل حتى الأهل بيقلونا أنه تغيروا تسلوكهم بالصف تغيرت معاطاتهم لما دخلت الموسيقى صاروا يسمعوا صاروا يعرفوا نعلمهم شو يسمعون جيد مش من يعني شو الأفضل لقلهم واليوم بالمكتب الوطني بيبعقلين بوجه تحية لأساس غازي صعبي اللي هو بعتبره كمنطقة تشوفه كلبنان ككل هو فخر لأنه عطول فاتح بوابه بيقلي بيتر المكتب الوطني لكل لبناني وهيدا بايتك أنا بوجه له تحية كتير كبيرة ولكل اللي عم يشتغل بدي أرجع أنا أكيد على المحاضرات وعلى علاقتك مع تلميذ المدارس بلبنان بس بدي شوف أصلا ليه 46 آلة موسيقية كيف توصلت يعني تعزف على 46 آلة موسيقية وشو اللي حفزك يعني يعني أول شي بشكر الله عماوها بكتير كبيرة ونسبة حفز كتير قوية بين الآلة الموسيقية والتانية لغة مختلفة كليا لو كانت تجمع على لغة الموسيقى صحيح بس هي لغة مختلفة صحيح لأنه يمكن أنا من وقت موعيت عهديني لليوم مكرس كل نبضة قلب وكل نفس للموسيقى يعني هيدا هو اللي أعايش فيه ليلة نهار بحلم مستمر ما بتعمل أي شي تاني أبدا ولا بقدر أعمل شي تاني ولا بعرف حتى يعني بحب أقول ولا بدك لا هلأ مش عمي جيني الوقت أنه أقعد بينه وبين زيت أنت أشوف شو بدك حياتك ملياني يعني ملياني بالأنغام وبالتأليف الموسيقي وبالتصميم وبالتصنيع وكمان أنا عندي 19 منهج للتعليم كمان بعلم بطريقة كتير أوريجينال لأن أنا توصلت كتير تعزبت هلأ صرت بوصل المعلومة أسرع وأفضل من وجعه مش لأنه أنا صرت أعرف كل شي كان يعزبني أنا وكنت طالب وكنت ما نسيته عدم بينصاش لا 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 بيصير هو عم يعلم بيرجع بيتبنى نفس الطريقة لا لا بالعكس كان فيه يعني غيرت كتير مفاهيم وبنبسط لما يقوله بيتر نعمي فاتع حسابه يعني هاي شغلة كتير بتبسطني أبدا هاي شهدك نعم لأنه عن جد حتى الآلة الموجودة من تصنيع بين إيدي لما تشوفيها رح تشوفيها غير لأنه مصنوعة بحب وبشغف مش بس هدف أنه سلعتها تنبع طيب لما بلش هالمشروع لقيت دغري التجاوب من أول شيء من المدارس يعني نعرف كتير منيح أنه إدارات المدارس عبالة أنه الشباب والصبايا الصغار يكونوا عم يتوجهوا موسيقيا ولكن في صعوبة معينة بالنسبة للمنهج يلي كتير عنا بلبنان شرجي ممكن أوقات أكتر من اللزوم وبالنسبة كمان لهالثقافة المش موجودة عند تلميس في صعوبة أنه يفوتولون إياها هي بالبداية كان في صعوبة بس كمان هون بدي أقول مرسي لسيدة ماي عقيلة حسن يلي كانت هي يعني عطيت كل وقتها حتى تتصل بالمدارس وحتى تعين محاضرات وتشرح لهم مديرة الحملة شو أهمية الموسيقى بدور يعني أوكي فيه بيتر نعمي يلي بيحمل على المدرسة يعني فيه عروض كنت أخذ معي بحدود 70 آلة موسيقية ألعب عليهم هو 46 الباز الأساسية يعني بلعبهم وبعلمهم كان هيدا الهدف أنه أنه يا عمي ما بدنا شيء وهذا على فكرة هذا كله مجاني هذا ما لا نتقاض أجر ولا شيء أبدا هي أنا بحسها رسالتي لأن الله عطاني كتير مواهب أنا كيف بدي أعطي من يلي ربنا عطاني يعني ما فيني يجي واحد يكتب مني عزف لي ما عزف لي أو هلأ أنا مش ريئة معي أو مش مرتاح أو بالعكس هيدا يعني هالحملة هيدا كانت يعني أول مرة دقينا أول باب وأكيد نحنا يعني من سنة بلشنا بس نحنا قلنا إلي أكتر من عشرين سنة عطول بتشوفهم بالمقالات وبالصح بيتر نعمي يصرخ وكذا مرة بطالب بقولهم بس إذا بتريدوا يلي عم طعم للعنف وعطوني حق نبلي واحدة أو حق أزيفة أو حق مدفع تصنع فيه إليت موسيقية ووزعوا على كلها أنا بحق صدقيني بحق أي أصغر إنبلي بقدر أمل العالم إليت موسيقية ونغم وساعتها هيتا نعمل حرب موسيقية ونشوف مين بيعزف أحسن مين بيقدر يقرب من الثاني أكتر لأنه عطول لما يعلم صوت بيبعده لقلوب حتى نحنا وعم نعزف بعلمهم لطلابي اللي ببعدوا إليت نفخ نحاسية يلي بتحس فيها الضغط بقال لهم كأنه حدا أنا نايم وبتكون تقسوا فوق راسي ومتوع عوني صار حتى نفخطهم وإحساسهم بهالقالة بيتغير مش بس نفذ النطات واللعاب بريتم وضروب الإقاع على إجرك إذن في شخصية معينة يلي رح تتبلور مع الموسيقى مش العكس مش في شخصية معينة بتقدر تكون شخصية موسيقية يعني إذا فينا نقول هي الموسيقى رح تقدر تبلورها الشخصية وأنا يعني عم بيجي هون من وراء خبرة عم بيحكي من وراء خبرة عمر 27 سنة بالتعليم وعطول عم نادي عم نادي عم نادي بس واحد ما بده يتعب مش إنه رحنا على مطرح وقالونا والله ما عنا وقت يعني إيش خلص بلاها ومثلا رحنا مشوار من هون في إسرار من هون على مثلا كان عنا بعكار ببينه بكل الظروف الأمنية وإلى ما هوني لكنا عم نعطي محاضرات واسأل الأشخاص الموجودين مع دهلكم شو فيه على الطريق إضراب أو شي بس منيح ما فيه عجق اليوم الشباب والزباية الصغار ما بيحبوا كتير كلمة محاضرة أو ما بيعرفوا شو يعني نعم نحنا منقول محاضرة بس هي أنا بسميها لقاء أو إذا بدك صبحية صبحية فنية موسيقية مع هالأطفال ومع هالكبار لأنه ما اقتصرت أنا حملت على بس مدارس أنا جامعات وجامعات خاصة ورسمية على جمعيات وبلديات وأنا كمان بقول بالفعل نحنا عندنا كتير تأبل الأفكار الجديدة الأفكار النيرة أنا بسميها أنه بالفعل أنا بوجه تحية لكل أو بوجه كمان رسالة بشكر كل الرؤسة البلديات يلي يشتغلوا معي ما فين يسميونه إسم الله أكتر وبناشد كل شخص اللي عم يسمعني بيحب يتطور بيحب يعمل شيء أوريجينال بيحب يكون عنده كذو أيلي موسيقين ما يتردد أن يتصل ببيتر نعمي ما يتردد لأنه أنا إذا ما بدي يشوف يعني أنا بقول لهم بيتر نعمي مش بس الموسيقى واللي بلعب إليه بيتر نعمي هو النجار وهو الفلاح وهو المهندس وهو الدكتور وهو الولد اللي عمره يوم واللي عمره 99 سنة لأنه ما عم روح بس أنه أنا عندي هدف أنه وصل هالقيلة اللي بصنعة لا أو أنه لا في حياة في رسالة بيقول لهم الموسيقى مثل الإيمان ما بتخبر عنها بدك تعيشها وهيدي هي يعني مش بس الشباب والصبايا الصغار عم تكون عم تتوجه له من كل بد بيقدر إنسان بعمر معين يعني راشد وبحياته مسك إيلي موسيقية يقدر اليوم يرجع يتعلم من كل بد عندي أكتر من سبعين بالمية من الطلاب اللي بعلمهم عمرهم من الأربعين لثمانين سنة يعني هايدي شغلة كبرنا حتى بتشوفي يعني عندهم يعني بس هون بيكون الهدف الموسيقى بس بس مش الهدف بقى بلكي إنه يعمل مهنة منها ولا الهدف إنه يصير يعني محترف بالأول بلكي يكون فيه مواهب واللي جاي عمره هالأدي سبعين وثمانين سنة اليوم بس يعني هالموسيقى بست الأمل فيه شو بيقلولي إنه عمره ثمانين أو تسعة وسبعين سنة أنا حلمي اطلع غني اطلع غني على المسرح بطريقة جيدة مع ضرب حلم اليوم تحققوا أحلامي كتير ناس كبروا بالعمر والعمر أنا بالنسبة لإلي ماشي يمكن واحد عمره عشر سنين وختيار يمكن واحد عمره ثمانين سنة وعندو هالأمل بالحقيقة بس هالطلاب الأعمارون كبيرة هن نواة الأوركاستر يلي أنا اليوم عم بعمل برمة كمان بحفلات نوال بكذا ضيعة وبكذا عم بقدر وصل مش بس لأنه الحملة ما بتقتصر إنه شتري إلي وحطها لا بكتسمعه بكتعمله حفلة بكتدعي وكله مجاني ابتداء بالمكتب الوطنية إلى أسر بيت الدين إلى كذا ضيعة بكل قرى لبنان أعتبر أوقات أنه يعني الحسة الموسيقية للولاد ممكن أن تكون عم بتضيعله من وقته ومن تركيزه على الأمور الأكاديمية التانية نعم هذه فكرة خاطئة جدا بالعكس لو تشوفوا التحويل اللي صار بين الطلاب يلي ما كانوا يهدوا واللي عطول بحركة زيدة وبحركة دايمة من بعد تعلمهم الموسيقى واقتناءهم إليه موسيقية قديس صار وهن بالصف عم يجو الأهل أنه بعدت ورانا المعلمة قالت شو عم تعطوه دواء كيف تغير هيدا من 3-4 شهر كان شو التوله تسكت كان بالصف بالفعل أنه هي الموسيقى ليه شو هاترابي شو بتعمل برجع بقلك بتعمل كانليزازيون بتصوب الاهتمام بطريق معين بتعمل فشة خلق شو بتعمل أولا بتعود الشخص على الإصغاء لأنه يلي بيصغى بيحفظ بس يلي معم يسمع مشغول كيف بده يحفظ هاي أواحد اثنين بتعلموا على التركيز لما بدي قرأ النقطات بين الأسطر بيروح على اللغة العادية اللي آه بيكتبوا ليها على التابلو 30 سنطة رح يقشعي فرق النقطة اللي جاي دياماتر طبعها 3 ميلي نا 3 ميلي بالتحديد أو 2 ميلي ونص يعني فيه تركيز بعدين صار يصغى وبعدين لما بالأوركاستر جيبهم على تمارين بأول حياتهم ونموهم الموسيقى إذا بدك باختلاف أعمارهم لما عم يسمع غيره وعم ينضبت ساعة ونص ما فيه يشرب ما فيه يقوم يرد على تليفون ما فيه مجبور يقعد صار لما تحطيه بشي مجال علمي صار اتعلم الإصغاء وأنا بقول لهم فبيقولوا المثل إذا الكلام منفضة فالسكوت منذهب هذا ما قالوا على الفاضي بس أنا بقول لهم إذا الكلام أو الإصغاء منذهب فالإصغاء من الماز إذا بدك أو على أغلب الإصغاء يلي بيخلينا نحنا نتعلم وهي من نتيجة الموسيقى الموسيقى بتقوم إذا السكوت منذهب فالإصغاء من الماز إيه من الماز هذه أنا بزيدها لأنه النبرات الموسيقية اللي بتطلع من إليه موسيقية هي بتقوم بتدليق ميكروسكوبيك لكامل خلايا الجسم مرورا بالأذن للدماغ إذا كنا عم نعرف نسمعها إذا كنت عم تعمل أي نوع موسيقى بس يلي عم يسمع عم يسمع وشوي شوي يعني لها العدوى أو هالفيروس اللي بقل لهم أنا هالفيروس بوزيتيف لأنه بتغير بتحمي بتخلي الشخص يتغير وبتغير كتير بنظرته بالحياة بيتر نعمي أهلا وسهلا فيك حملة كتير حلوة كتير مهمة حلو أنه عم يتبنوا المدارس والشباب والصبايا أهم شيء أنه هن يتبنوا لأنه هن هي اللي رح يعملوا كل التغيير أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا إليك وعليك كمان ونشاهدين أوقفي هلأ ونرجع منتابع ألايف أهلا وسهلا